اهلا بكم جديد نتابع هذا الحوار مع سيد حمدين صباحي سيد حمدين قبل الفاصل قلت لي ان الاخوان اليوم لا يمثلون الثورة تركت التوصيفهم اعداءهم اخصامهم الى اخره مفتوح هل تعتقد انه انتم اليوم كجبهة الانقاذ اللي هي على الاقل التجمع المعارض السياسي المفهوم اليوم هل انتم تمثلون ثورة ايضا انا الثورة بيمثلها بالاساس المصريين العاديين في القوى السياسية في درجات من الالتصاق بمشروع ثورة 25 يناير انا ما اعتقدش اي حد هيفرط في واحد من ثلاثة ان في حريات حقيقية مكتملة في نظام ديمقراطي او عدالة اجتماعية حقيقية تتم بتنمية ثمارها توزع على الفقراء ثلاثة استقلال في القرار الوطن المصري ينهي علاقات التبعية للقوى الاجنبية اللي يفرط في حجم التلاتة دول مش هيبقى ادرك روح ثورة 25 يناير ومطالب الشعب المصري مين المصري العادي التل المصريين العاديين الناس البصد طب الناس انتخبوا الاخوان من حقهم انتخبوا الاخوان امعنات هن مع الاخوان يعني هم شايفين ان مشروع الاخوان هو مشروع الثورة لا ده قياس غير دقيق كيف يعني؟ لان كثير من الذين انتخبوا رحزي بس ان محمد مرسي في الجولة الاولى من الانتخابات اخذ حجم الاخوان الحقيقي وطبعا دلوقتي الحجم ده قل اعتمادا على ايش يمكن هيدا املكم وليس الواقع لا اتحدث عن املكم اتحدث عن قراءة لاني عايش وسط الناس بتشاركنا فيه شو الدلائق المؤشرات خمسة وسبعة من عشر مليون ده حجم اصوات محمد مرسي وطبعا اذا جمعت عدد الاصوات التي اعطيت في انتخابات الرئاسة هتدرك لاي مدى هم لا يعبروا عن اغلبية في هذا الشعب في الاعادة مرسي اخذ اصوات الذين صوتوا انتقاما من النظام القديم وليس اقتناعا بالاخوان المسلمين بس بالانتخابات النيابية كمان صوتوا لهم يعني بانتخابات مجلس الشعب نعم دي كانت مرحلة مختلفة وكان تقسيم الدوائر ولا زال نقطة صراع حوالين لاي مدى يمكن ان تفضي الى التمثيل عادل الاخوان حصلوا على ما يسمى عمليا الوفر ريبرزنتيشن فيه تمثيل زائد نتيجة النظام الانتخابي وكفائتهم التنظيمية وليس نتيجة شعبيتهم انا اقطع بشكل واضح الاخوان المسلمين اقلية في مصر كانوا طول عمرهم اقلية وهم الان اكثر فقدانا لاصوات الجماهير بعد تجربة محمد مارسي في الحكم لكن الاقلية المنظمة عندما يواجهها انفراط في كفاءة ووحدة المعارضين لها لديها فرص حقيقية ان تأخذ هذا الحجم اللي انت معاك حق انك تشيري لي لكن دي طريقة قياس مش دقيق الشعب المصري شعب يعرف جيدا لمن يعطي ثقته ويسحبها من مين انا بتسمح لي طبعا حاولت اعمل مثل استفتاء على صفحة الشارع العربي على الفيسبوك على الاقل اللي شاركوا فيها طبعا من نسبة لعدد مصر ما شاء الله اي عدد بيكون قليل ولكن عندنا تقريب 30 الف شخص شارك سألت سؤال هل حمدين صباحي؟ افضل من مرسي لحكم مصر شو بتتوقع النتيجة؟ لا يعني النتيجة كل نتائج متوقعة من اول الرفض التام الى القبول التام كل نتائج متوقعة ديش ما في ثقة بانك اليوم الشعب عنده ثقة فيك؟ لا انا واثق في ربنا واثق في الناس بس ليس بالضرورة ان هذه ثقة تترجم للذين اشاركوا في الاستفتاء طبعا على كل ان معك حقا انه هي يعني مش احصاء علمي على الاقل في 41% بيقولوا نعم و59% بيقولوا لا ده كلام طبعا انا احترم يعني هذه العيان والسؤال الحقيقة الدقيق مش هو هل حمدين صباحي افضل من محمد مرسي او العكس ولا لا السؤال اللي مفروض يتسئل هل هناك رضا عن سياسة محمد مرسي وحكم الاخوان لمصر ولا لا ده السؤال الجوهاري في مصر الان بس ما هيدا جواب بيدل عفوا هيدا يمكني اديكم لنفس المكان اللي هو انه ما فيه رضا ولكن ليس هناك رضا على الاخرين على اللي انتم معارضة انا اعتقادي ان في ناس كتير ممكن ترى ان سياسة الاخوان ما بتحقاش مصالحها ما بتحمهاش مش عطاها امن ولا لهم تعيش ولا موفر لها سولر اللي انت شايفها طوابيره ومصطفى الى الان ولا ان بيبدو تجاهز كل الناس اللي شايف بس ليس بالضرورة ان الذين يرفضون حكم الاخوان يجدوا بدلهم في حمدين صباحي ربما يكون عندهم بدائل افضل مني انتبه انه بيلوموكم استاذ حمدين انه اليوم انتوا عم تتجهوا للشارع يعني بيلوموكم على هذه الازمات اللي انت عم تحكي علي داخلهم العالم من ازمات يعني موروسة ولكن تتراكم وتكبر اليوم لماذا اخترتم ان تسقطون مرسي بالشارع احنا لم نختر ان نسقط مرسي بالشارع عصيان المدني احنا اخترنا ان نكون تعبير عن الناس وقلنا لو فيه طريقة لتغيير هذا النظام في اي لحظة بسناديق انتخابات محمية بالضمانات كافية احنا هندخل الانتخابات احنا قطعنا الانتخابات مش لان احنا شايفين ان المقاطعة خيار دائم ولا قضية ذات طبع مبدئي احنا قطعنا انتخابات البرلمان اضطرارا وليس اختيارا لسببين المناخ السياسي اللي بيعبر عن حكم فيه قدر واضح من الاستبداد ومن عدم الاحترام للناس ومش عارفين ازاي يبقى شبابنا بيتقتلوا ودموهم بيسيل واحنا رح ندخل الانتخابات ثم لسبب تاني انه ما فيش ضمانات طلبنا ضمانات لنزاية الانتخابات ولم تلبه يعني لو رحت لأي انسان مصري انا اثق فيه وهو ممكن يثق فيه انا ما عنديش ضمانات ان نصوته سيحترم عندما يدلي به فالمقاطعة كانت نتيجة لافتقاد الثقة في هذه الادارة وهذا المناخ السياسي المحتقن وغياب ضمانات الانتخابات حرة ونزيح لكن ده هو الاستثناء القعدة ان احنا نريد ان نحتكم للصندوق في انتخابات نزيحة ونناضل من اجل ان ضمانات الانتخابات النازية تتوفر المصريين وعندها سنقبل تماما زي ما قابلنا قبل كده نتائج هذه الانتخابات تسمح لي كمان مرة انتم متهمين بالتنظير يعني المبدأ اهم من النتيجة مواقف مترددة تقدمون على شيء تتراجعون عنه تدعمون جهة تتفاجأون بنتائج دعمكم لألو الى اخره مصر اليوم تتحمل هذا التردد وكيف شو حلول العملية يعني اليوم مرسي يقول لك ليس هناك ضمانات غير الموجود انتم تعالوا الي الي نتحاور بالطريقة اللي انا عم بفرضها عليكم انتم شو بتكونوا تعملوا ما هو يعني شو اليوم بكرة بكرة الصبح بدي فيه حمدين صباحي يعمل ايه يعني احنا عندنا دور دائم قبل ما مرسي يجي وقبل الصورة ما تتم احنا بنحاول قد ما ربنا يقدرنا نعبر عن ناسنا بطريقة امينة وصدقة في وجع الناس وفي حلمها الناس عاوزة تعيش بكرامة في مصر وعاوزة يعني حد يطعمها يعني من جوع ويؤمنها من خوف وده حقوق طبيعية لأي مصرية هو مصر استاذ حمدين بنسع في ده اي والحقيقة انا لا ارى ان هناك ما بين القوى اللي بتعبر عن احلام المصريين ومطالبهم وصورتهم وما بين الشارع اي تناقض حقيقي لكن ليس بالضرورة تكون هذي القوى نجحة في قيادة الشارع ده ما يمكن ان انتقل ما ليش انا ما كتير بدأت خلدي اسألك اسألت الشارع اليوم حتى هيدا اللي حضرتك عم تحكي نشوف اديش هو بالفعل واقعي هل يجب اسقاط الرئيس مرسي نعم ام لا الرئيس مرسي انا قلت له تعبير واضح جدا اما ان تعتدل واما ان تعتزل لا ايمت معه نعم الى متى يعني لا يعني مرسي طول ما هو موجود في السلطة لديه فرصة ان يصحح اخطاؤه هناك مجال للاصلاح برأيك بالتأكيد اذا كان موجودا في السلطة وصاحب قرار وادرك انه اخطأ وعمل انقسام بين المصريين في وقت كان لازم واحدهم والمصريين ما امن لهمش حياة كريمة وفي وقت كان لازم يبدأ السعي لها حتى لا احقق بعد كده والامن مفتقد رغم حاجة المصريين للامن والديمقراطية بتهدر رغم ضرورة ان يكون في نظام ديمقراطي اذا افاق الدكتور محمد مرسي وادرك حجم المحنة التي تعبر بها مصر وادرك انه كرئيس والمسؤول بتكون انت بلاحظت مستعد لتسوية وصفقة سياسية لا انا مستعد لاني احترم اي تراجع من مرسي عن موقفه واي استجابة من مرسي المطالب الناس يعني على سبيل المثال احنا قلنا لكي ندخل انتخابات احنا عندنا مطالب للمصريين رفضها محمد مرسي فلم نجلس معه احنا مش رفضنا الحوار معاه ايضا لانه ما فيش قطيعة دائمة في هذا البلد ولا ينبغي ان تكون لكن هو مش عاوز يحترم انه خدام للمصريين عاوز يقله نفسه فوقهم فلم نجلس معه اذا تراجع عن هيدا اللي انت عم تطلبه انت مستعد اليوم لتسوية وتشارك بحكومة ائتلافية برئاسة الاخوان لا انا لن اشارك في اي حكومة ولا في اي موقع انت كشخص ولا كتيار انا كشخص وانا كتيار شعبي ليس في التيار الشعبي لماذا لا تريد تحمل المسئولية بهذا الازم لا احنا قدرين على تحمل المسئولية بافضل مما تحمل هو بالتأكيد ده اقتنعنا امام يعني ربنا وشعبينا لكن احنا لا نريد ان نكون شركاء في حكم لاننا وجد ان قواعد هذه الشركة مفتقدة وان رؤية الاخوان المسلمين لقضية المشاركة ليست رؤية مبدئية وحتى لو طلبوا مشاركة بشكل انهم مقتنعين ان البلد لازم نشيلها مع بعض لانهم في ازمة عاوزين يعبروا منها وانا رأيي ان الاخوان طبعا لازم يبقى لهم دائما دور في اي لحظة حتى لو سقط مرسي وتغير بالصورة بالسندوق بانتخابات نحن سنحترم الاخوان كجزء من هذا البلد لكن انا يا رأيي كل ما الاخوان تبقى اديهم العليا في اي شراكة يفسدوها ويغتروا بانفسهم ويغالبوا هذا الدرس اللي طلعتوا فيه كل ما اديهم تبقى هي في ادعوالي عليها هيبقوا اوفياء جدا لفكرة ان يشارك ولا ينبغي ان يعطي الاخوان المسلمين اليوم لو عدت لأيام 25 يناير والثورة لن تشترك مع الاخوان لا طبعا اشترك ترجع بتعيد نفس الخطر بصي الثورة ضد مبارك كل من ساهم فيها قد دور يعني انتم تعترفوا بدور الاخوان بسقوط مبارك طبعا بالتأكيد الصورة دي بتاع الشعب المصري كله بما فيه الاخوان طبعا وغيرهم ولا ينبغي انكر اي دور ولكن يقال انه هنالهم الحجم الاكبر اليوم وعلى اقل ان المعارضة الاخرى استفادت من تنظيمهم اللي اليوم انتم عم بتهاجمون فيه هما ليس لهم الحجم الاكبر في الشارع هما لهم حجم الاكبر في المؤسسات نتيجة آلية التصويت والانتخاب اللي كان بيكره عودة نظام مبارك كان بيدي صوته لمحمد مرسي ده الظاهرة اللي تسمت في مصر بطريقة شهيرة اللي عصروا على نفسهم لمون واعتقد اللي عصروا لمين دول انت تعريفي عدد كبير من الاعلام في مصر اللي ساهموا في هذا والذين تأسفوا واعتبروا للشعب المصري انهم دعموا محمد مرسي انا لم اكن واحد من هؤلاء لكن انا كنت دائما واحد من المستعدين ان يساعد محمد مرسي على النجاح حتى قرر هو ان يفشل منفردا لانه يعني خلاص اغطر بنفسه يرى ان الاخوان شعب الله المختار في مصر وبقيت المصريين مش بس القوى السياسية دونهم درجة ربما دونهم دينا وطنية خبرة لكن احنا اكتشفنا كمصريين الادارة اللي بتحكمنا دلوقتي ادارة فيشلها بكل المعايير طيب ولا بد ان نأخذ موقف منها ايو انا بدي اعرف شو هو موقفكم شو هو يخططكم العملية اليوم اه اه كيف تجاوبوا على عتب اللي قلتلك ياهوة تبع التنظير بس بعد الفاصل لو سمعت بعد الفاصل شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا